مشاهدين الساعة دلوقتي تسعة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز لأهم الأنباء معلمية اتفضل يا لامي شكرا لكي منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنانتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف من الحوار الوطني هو أن كل مصري يتحدث ويدلي برأيه ووجهة نظره التي هي في النهاية تستهدف مصلحة الوطن وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالأسكندرية قال الرئيس السيسي أن الحوار الوطني حالا نتمنى أن تستمر وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بعد وجود رغبة في رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية تم العدول عن القرار بسبب زيادة سعر الصرف مضيفا أن كثيرا من الخدمات التي تقدم والمنتجات التي تستورد تسعر بالجنيه على أساس قيمة الدولار وأوضح أن هناك مرونة في سعر الصرف داخل مصر لكن عندما يتعارض مع الأمن القومي لمصر ويكون على حساب حياة المصريين هنا نقول لا كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تحتاج إلى تريليوني دولار في السنة حتى تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وشدد على أن المصريين أثبتوا خلال العشر السنوات الماضية شهمتهم وتحملهم المسئولية أدانت القوات المسلحة السودانية بأشد العبارات اختطافة واختيال والي ولاية غرب درفور خميس عبدالله أبكر ووصفت أيضا القوات المسلحة السودانية الأمر بالغادر من قبل قوات الدعم السريع وفي بيان لها أوضحت القوات السودانية أن والي غرب درفور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية ولا علاقة له بمجريات الصراع الدائر أعلنت أوكرانيا إحراز تقدم تدريجين في هجومها المضاد ضد القوات الروسية فيما وصفته بأنه قتال شديد الضروة وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ملياري أن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا جزئيا مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة بخموت التي أصابها ضمار شديد والواقع في شرق البلاد كما تقدمت بين 300 و350 مترا في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بليونيسكي أن روسيا ستثير قضية تفجير أنبيب الغازة سيل الشمالية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم وأضاف أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ستثير خلال مشاورات أعضاء مجلس الأمن الدولي مسألة التحقيق في تفجير السيل الشمالية هذا وكان خط أنبيب الغازة الروسي السيل الشمالية في بحر البلطيق قد تعرض للتفجير في ستمبر الماضي عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية تناول الوضع في محطة كخوفك الكهرمائية وأكدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية أنه لا توجد حلفية إشعاعية مفرطة في محطة كخوفك الكهرمائية وأن الوضع تحت السيطرة وقالت إن المتخصصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا طوروا العديد من المضادات الجديدة للمواد السامة لصالح الجيش الروسي مشيرة إلى أنه تم تطوير العديد من الأدوات الجديدة بشكل أساسي للمواد السامة وعققير جديدة وقيا من الإشعاع وبعض الأدوية التي تكشف أعراض المرض قدم رئيس بلدية ميامي فرانسيس واريز ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لينضم بذلك إلى حوالي عشرة مرشحين يتقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب ويتنفسون على نيل بطاقة الترشيح عن الحزب الجمهوري لهذه الانتخابات والمقررة في نهاية العام المقبل ووعد سواريز البالغ من العمر 46 عاما أنصاره بإعلانه مترشحه رسميا في خطاب كبير هذا ويعد سواريز الثالث مرشح في ولاية فلوريدا بعد حاكم الولاية والرئيس السابق دونالد ترامب بدأت محافظة القاهرة تركيب أولى محطات مشروع كايروبايك الجديدة بميدان التحرير في إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 درجة يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع كايروبايك بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية مشاهدين انتهى موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر